مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعضك صار وصار السلام عليكم معنا اليوم حبيث الله لعبة فيفا مود لعبة بيس 2023-2024 أول شيء أريد أن أنبهه لكم حول هذه النسخة عندما أنزل مودات لها الكثير يقول لي يا مراد هذه النسخة فيفا مود يعني مود فيفا أنا أقولها دائما في المقطع ولا يمكنني كتابته في العنوان لأنه صراحة كلمة مود صارت ممنوعة جدا ومخالفة لليوتيوب عندما تكتبوا في العنوان لهذا السبب أكتفي بوضع عنوان بسيط جدا من أجل هذا حبيث الله أما في الفيديو أقول لكم على أنه أبضل على العموم النسخة سنقوم بتجربتها معا اليوم رائبة جدا لا تصوى الصلاة على حبيبنا رسول الله ويا الله فينا لهذا المقطع الرائع كما تشاهدون معنا حبيب الله معنا اليوم سنستعرض لكم بيس الفيفا ستة عشر بمود بيس الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين صراحة ستشاهد معي الجيم بلاي فرق كبير بينه وبين بيس الأصلية نعم فرق كبير جدا على العموم حبيب الله هيا سنضغط هنا على ماتش شاهدوا معنا إلى القوائم يمكنك اختيار أي فريق تريده أي دوري فكما تشاهدون معنا يمكنك اختيار فكما قلت لكم أي فريق وأي دوري تريدونه حبيب الله فكما تشاهدون معنا يمكنكم اختيار أي فريق تريدونه فكما قلت لكم وندغط هنا على نيكست شاهدوا معنا إلى الأطقم أيضا يمكنكم تغييرها فعلى العموم شاهدوا معنا نعم ندرك هذه الأطقم الأصلية نعم نقوم بالرجوع نذهب إلى الأطقم الخاصة بريال مادريد نختار الأطقم باللون الأبيل شاهدوا معنا هنا الإعدادات يعني يمكنك التحكم في الإعدادات وكل أحبيف الله على ستارت وعلى بركة الله سنستعرض لكم الآن بعض من الجيم بلاي صراحة الرهيب جدا أعيد وأكرر أحبيف الله هذه مود فيفا 16 لكي لا يأتي شخص ويقول لهذه مود نعم أنا قلتها لكم في الفيديو على العموم أحبيف الله انظروا معنا شاهدوا معنا إلى الجيم بلاي وحكموا بأنفسكم ما هذا الجيم بلاي أعطونا الفرق هل حقا من الأفضل هذه النسخة من نسخة 2020 الأصلية من كونامي فعلى العموم شاهدوا معنا يا سلام ومعه يمكنك مثلا تنزيل التعليق إذا كنت تريد ذلك على بركة الله الهدف بالطبع راكي تيت على ما أعتقد نعم يا سلام يا سلام يا سلام شيء أسطوري صراحة أحبيف الله والله شيء أسطوري هذه النسخ النسخ الخاصة بموداج فيفا أفضل من النسخ الخاصة بمحاكيات وأشياء مثل هذه واللعبة فيها الأشواط الإضافية يعني اللعبة أقول لكم فيها الأشواط الإضافية نعم سأنتركهم يسجلون علينا هدف هيا نتركهم يسجلون علينا هدف من أجل أن نريكم الأشواط الإضافية حبيف لا حتى الهدف لا يريدون تسجيله هيا قوموا بالتل لا حول إنهم أغذياء صراحة أو أننا نحن على ما أعتقد اخترنا مستوى نعم تسلل تسلل فكما تشاهدون معنا يبدو على أننا نحن اخترنا مستوى الصعوبة السهل نعم على العموم يعني عندما تتعادل فهناك أشواط إضافية في اللعبة نعم نضغط هنا نعم نضغط على ستارت من جديد على بركة الله شاهدوا معنا صراحة الجيم بلاي فهو رهيب جدا وانظروا معنا مباراة سهلة جدا صراحة مباراة ولا أسهل نعم كما قلت لكم مباراة سهلة جدا نحن يفلا في مباراة أخرى ولكن هذه المباراة يعني صعبة نوعا ما ليس لم نختار مستوى اخترنا متوسط مستوى الصعوبة وأيضا نحن يفلا فيها الوقت كثير جدا لأن المباراة الأولى اخترنا فقط دقيقة بسرعة انتهت تلك الدقيقة فكما تشاهدون الآن شاهدوا معنا صراحة إلى المباريات إلى الأشياء الرائعة والأسطورية صراحة في هذه النسخة وكما قلت لكم اللعبة تدعم الأشواط الإضافية مع الدربات الجزاء أيضا فانظروا معنا هذه المباراة لن تكون سهلة بالطبع شاهدوا معنا وخطيرة جدا فكما تشاهدوا الباسات كل شيء على الباسات صراحة وخطيرة جدا ولكن الحارس يتصدى لها بطريقة رائعة جدا انظروا معنا خطيرة جدا كانت خطيرة هذه الكرة صراحة وهذه المباراة فهي أطلتيكو مادريد ضد فريق إيشبيليا فكما تشاهدون معنا نعم انظروا معنا صراحة المباراة رائعة جدا وأسطورية أنصحكم حقا بها نحن نقوم بإعادة الكرة إلى الحارس شاهدوا معنا إلى الوسط على هذا الشكل المباراة رائعة جدا نقوم بدرب الكرة هنا ولكن بعيدة بعيدة جدا عن اللاعب نعم حتى المستوى الصعوب ومتوسط يعني سهل جدا كان يجب علينا أن نختار بروفيسيوني على هذا الشكل خطيرة ولكن سهلة جدا في أياد الحارس فكما تشاهد الحارس وكأننا نحن لا نضرب الكرة بشكل جيد نعم صراحة على العموم محريف له المباراة رهيبة جدا النسخة أسطورية أنصحكم حقا بتجربتها فكان هذا والمقطع الخاص بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر